انا اسمي رشا محمد سيد وزني 120 كيلو عمل عملية تكمين ماذا مع دكتور كريم صبري عرفت دكتور كريم اتفرجت عليه على قناة دريم وكنت متابعة الجروب بتاعه والصفحة بتاعته على الفيس فبعدت لهم ورسلتهم وقدرت ان انا اتواصل معهم وكده فحددلي النهاردة معادة عملية تكميم طبعا السمنة يعني حاجة مؤرفة جدا يعني اللي بيعيش بيها بتقدم لهم بتبقى فيه مشاكل كتيرة وصعوبات الواحد مبقاش قادر يتحرك كويس في الشغل في البيت وانا متفقلة خير مع دكتور كريم ان شاء الله وبإذن الله شوفوني بعد العملية على خير بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صابري بادام راشا 120 كيلو النهاردة عنا عمل لها تكميم معدة الالات المستخدمة في جراحات اللي اسمنا بالعموما يعني هي بتندخلها خلال فتحات صغيرة خلال بورطات منظير بالشكل ده بتبقى يعني فتحات صغيرة جدا الات المنظر احنا بتبقى الات دلكت جدا يعني السمك بتاعها صغير جدا بتدخلها حلال بورطات او فتحات المنظر الصغيرة دي الات طبعا مصصدم لفاصل دمون على المعدة الدباسة الجراحية دي طبعا بتدخل خلال فتحات المنظر الصغيرة بيبقى فيها انواع دبيبيس المختلفة في الاشكال المختلفة زي دي دي الوان مختلفة يعني ده غيار اخضر بيمشي في المعدة طول ستة سنتي تلت دبيبيس يمين وتلت دبيبيس شمال وما بينهم بيوصف النصر الالوان مختلفة طبعا زي اللول بلو ده 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 دي كوفيديان ده دباسات طبعا جونسون هم دول شركتين امريكيتين ويمكن العملية بتستغرق من نص ساعة لساعة حسب الوزن يعني قد تزد شوية وتقل شوية على حسب وزن المريض ربما فيه اوزان فوق الانتين كيلو فيه اوزان صغيرة بتبقى مئة عشرين مئة وعشرة احنا طبعا بتقعد معنا في اليوم ليلة في المستشفى بعد الاجراء العملية وبالتالي بتخرج بالسلامة في خلال 12 ساعة ما بعد العملية ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم احنا التكميم المعدة هي عبارة عن الخطوات بتاعتها اول خطوة احنا بنفصل الدهون دي عن المعدة باستخدام جهاز اللي جشور زي ما احنا شايفين كده بنفصل به الدهون عن المعدة من بداية المعدة من هنا عند التقاها به الاثن عشر عن الواسطة دي واكامل بنفصل الدهون زي ما احنا شوفنا كده بنفصل الدهون عن المعدة حتى نهايتها حتى ما نوصل لفوق خالص عن عضلة المريء الشمال اللي جشور هو عبارة عن جهاز ادبانسد بايتولر ده جهاز متطور جدا في الكاي هو صناعة امريكية هو ده طبعا بيقلل من فرص النزيف زي ما احنا شايفين بالوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي المرحلة دي بعد ما بتنتهي بنفصل الدهون عن المعدة بيتم ادخال جهاز البوجي الى داخل المعدة ده اللي بياخد قطر المعدة احنا دخنا دلوقتي عن طريق دكتور التغدير بس شاري تغدير داخل البوجي سوف يتم استقصال الجزء اليمين ده كل الجزء ده هيتشيل اللي هو اقصى اليمين الجزء اللي هيتبقى اللي هو واخد شاكل الجوجي اللي احنا شايفينه متحدد ده ده اللي احنا هنقص عليه او هنستقصل الجزء ما تبقى من المعدة لما مشيل الجزء ده الجزء الكبير ده من المعدة اللي بيحصل ان هرمون الجوع او غدد اللي بتفرز هرمون الجوع بتقل طبعا لما يتم استقصال الجزء ده بنشبع بسرعة ما منجوعشل على خطرات كبيرة وبالتالي ده مهم جدا في انقاص البس دلوقتي احنا اعرفكو اه ازاي ان احنا بنقص المعدة او بنبترى نعمل عملية التكميم بالوضع الحالي ده الدباسات اللي هي الامريكية المستخدمة في اه يعني عملية التكميم بنطمن طبعا ان المعدة مش دايقة على الجهاز الجوجي اللي احنا مراكمينه او اللي هو داخل المعدة بالوضع الاتي اه بنبدأ عملية اه تصغير المعدة الى ان يتم اه تصغير المعدة بشكل كلي الى ان نصل الى نهاية المعدة طبعا طول الدبوس ده حوالي 6 سنتي اللون بتاعه بيبقى لون اخضر في يعني في اسفل المعدة لان البدار المعدة او سمك المعدة طبعا بيبقى اه يعتبر برضو اه سميك شوية وبالتالي الدبيس اللي هي الاخضر او اللون الاخضر هي دبيس يعني معدة لان هي تشتغل كالانسجة السميكة شوية دي الطريقة بقى اللي الدباسة بتشتغل بيها بتدبس 3 دبيس يمين وتلات دبيس شمال احنا دلوقت دبسنا والدباسة بتقطع دلوقت اهوت بالطريقة اللي احنا شاكينا دي اهو يعني احنا ممكن نقرب شوية بالكاميرا الدول تقريبا دول 3 دبيس اقصى اليمين واقصى الشمال الدباسة دبسة يمين 3 دبيس وشمال 3 دبيس وقصت في النص بالشكل اللي احنا شايتينه ده لازم نحافظ على المسافة اللي بتحرك فيها البوجي او الكالبريشن سيستم بحيث ان هو ياخد شكل المعدة المزبوط نتفادى ان المعدة يكون فيها نوع من الديق او الالتواء ما بعد اجراء العملية ده نفس الطريقة بتدبس 3 يمين 3 شمال وبتقطع في النص بنفس الطريقة اللي احنا نشيين بها كده الكالبريشن سيستم المستخدم يعني من وظيفه طبعا ان هو ياخد شكل مستقيم وبدينا فكرة عن قد ايه الجزء المتباقي من المعدة احنا طبعا اخر ده الجزء ما احنا شايفين كده لازم يصفقصل كل اللي هي الفندس او قبة المعدة كلها لان الجزء ده ده ما احنا شايفين كده يعني العضلة بتاعته ضعيفة فبيعتمدد لو احنا سيبنا جزء كبير منه كده المعدة اتفصلت تماما عن المعدة اللي احنا احنا عايزين يشيلها اتفصلت تماما عن جزء المتباقي من المعدة هنعمل دلوقتي اختبار تسريب تحفيح تيطات وجبة طبعا احنا بنعملها زي ما احنا شايفين كده ده حجم المعدة المتبقي ممكن نرجع بقى بالبوجة شوية بياخد حجم المعدة زي ما احنا شايفين كده بالوضع اللي احنا شايفينه بعد كده بنحق ان المعدة بخمسين صمت الصلاين ملون بحيث ان هو يضغط على الدابيس بالشكل الحالي زي ما احنا شايفين كده المعدة الوقت يواخد شكل يعني بلوني شوية اهو بالمنظر ده بحيث ان هي نستوعب طبعا اذا كان فيه اي مشاكل في الدابيس اللي احنا يعني دبسناها منعا للتسريب او وقايا من التسريب ممكن ندخل بجهاز بوجه تاني احنا كمان طبعا بنعمل خطوة زيادة عن الطبيعي يعني ان احنا نخيط الدهون بنعمل طبقة تانية فوق الدابيس ما بعد اجراء العملية كوقايا لي من التسريب وكوقايا من النزيف انا نريكو الطريقة اللي احنا بنعمل بيها كده بعد شوية بعد ما بناخد طبقة تانية من الخيط على يعني بعد الدابيس يعني بنعمل طبقة تانية من يعني التقوية للدابيس ما نحاول نطلع المعدة بالصورة اللي احنا شايتنا دي وده بيكون شكل المعدة بعد ما خرجناها من العيان بعد كده بنطمن على ضغط العيان قبل ما بنخرج بعد اخذ الطبقة التانية من الخياطة ما بعد الدابيس بنطمن على ضغط العيان بنطمن ما فيش نزيف ما فيش ايه تسريب بعد اختبار التسريب بنخرج من العيان وان شاء الله ما طمنكم عليه بعد العملية بسم الله الرحمن الرحيم انا رشا محمد عملت عملية تكميم والحمد والله تمت على خير بفضل الله وفضل دكتور كاييم اللي بتوجهلك بالشكر لانه بجد من افضل الدكاترة اللي موجودين في البلد كلها هنا كفاية يعني ان هما وشهم بشوش بيبسطوا المريض يعني ما بيحسسواكش ان انت غريب واحد منهم وانا بشكر دكتور كاييم جدا والحمد لله واي حد نفسه يعمل العملية ياريت يتشجع وما يستناش بسم الله الرحمن الرحيم احنا مطمئنكم على مادام رشا حقيقة طبعا احنا عملنا تكميم معدة هي عملية سهلة الهدف منها انقاص الوازن هي عملية تجرب المنظار خلال فتحات سويرة اقامة ليلة في المستشفى ما بعد العملية يعني خلال 12 ساعة بنكون مروحين بيتنا في السلامة نعود يوم في البيت بعد الخروج يعني وبعد كده ننزل شغلنا عادي الحقيقة طبعا ان تكميم المعدة هي عملية فعالة في انقاص الوازن وعلاج الامراض المصاحبة ليمكان السمنة المفرطة يمكان كمان عملية تكميم المعدة هي من العمليات قصيرة الوقت في الاجراء بتجرب المنظار الريهبليتيشن متاعها برضو احسن يعني يمكان عملية اخرى يمكان بعد ساعتين بنبتر يتماشى ست ساعت بنبتر نشرب بنخرج فيه خلال 12 ساعة اشتركوا في القناة لو عملنا احصائية كده في كل اسرة وشوفنا كم واحد في الاسرة دي عنده مشاكل في الشعر هنلاقيهم كتير يعني هنلاقيهم عندين نص الاسرة ممكن يبقى عندها مشاكل في الشعر سواء بقى وعلى فكرة الاعمار بتختلف يعني ممكن نلاقي من اطفال صغيرين عندهم مشاكل 15 و 16 سنة عندهم مشاكل سيدة مثلا في فترة الرضاعة او بتعمل دايت او عندها مشكلة نفسية هنلاقي عندها مشاكل او حتى مشكلة مرضية الرجال ومشكلة بداية الصلع والشعر اللي بيقع فهنلاقي الناس كتير قوي عندها مشاكل في الشعر يعني دايما بيقول ما فيش بيت بيخلق من فرد عنده مشكلة في شعره وحتى لو ما فيش كتير لا احنا بيبقى علينا مرة علينا اوقات كتير قوي مرينا بالمشاكل دي في شعرنا وممكن تكون تعالجت وممكن تكون لسه ما تعالجتش من المهم جدا ان احنا نستخدم مستحضرات محترمة وكويسة للعناية بالشعر وانا النهاردة هتكلم عن يمكن اقوى مستحضر علاجي خاص بالشعر وللعناية خاص بالعناية بالشعر وهو ساينو ماسي هير اللي هنعرف معلومات اكتر عنه النهاردة مع ضيفنا العزيز دكتور احمد رشاط احد اعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير اهلا يا دكتور احمد اهلا يا ازاي اهلا بحضورك انا بعد ما جربت ساينو ماسي هير يعني الحقيقة اعتبرت ان هو اقوى حاجة يعني يمكن انا من الناس الدقيقة قوي في الحاجات بقى بتاعت الشعر بس ساينو ماسي هير من اقوى الحاجات فعلا اللي جابت نتيجة خاصة مع التساقط وعدم طول الشعر فاتكلمنا بقى عن مكونات ساينو ماسي هير وايه الوظيفة اللي بيعالجها ساينو ماسي هير هو ساينو ماسي هير انا شخصيا باعتبره ثورة في مجال مستحضرات العناية بالشعر حقيقة سواء على مستوى التصنيع او على مستوى التركيبة نفسها او على مستوى الجودة يعني على كل المستويات بصراحة هو حاجة عالمية منتج عالمي بيضاه كل المستويات العالمية بالنسبة طبعا المشاكل واستكمالا زي ما حضرتك قلتها انا مش بقول 50% من الناس انا بقول ممكن اكتر من 80% لا خليهم تسايني فعلا بل الزب نسبة كبيرة جدا في حاجات اسباب كتيرة جدا بتعمل مشاكل للشعر ومشكلة التساقط دي مشكلة شائعة بشكل اكتر ما احنا كمان متخيلين اه هقول حضرتك اسباب يعني ممكن كل ناس كتير او عندهاش فكرة عنها عندي مثلا سبب زي الناس مرضى الضغط شوفي حضرتك ارتفاع نسبة الكوليسترول وده ما فيش اكتر منه ده برضو من الحاجات اللي بتوقع على الشعر حاجة كمان زي بعض انواع حبوب منع الحمل في سيدات كتير قوي ماشيق عليها كوسيلة التنظيم الناس صحيح فدي برضو في بعض الانواع منها بتزود موضوع تساقط الشعر قوة كفية بعد الحملة اصلا بالزبط يعني هو في الحملة بيتزبط بعد الولادة بقى بيقع بيقع بشكل سريع بالزبط حتى في فترة الرضاعة بشكل سريع جدا طب ساينوماسي هير بيعالج يعني ينفع مع الناس الشعراء بيقع لأي سبب لأي سبب سواء أي سبب سبب عضوي زي ما قلنا قبل كده سبب نفسي أو التساقط الصالع الوراسي نتيجة الانزيم المعين أو الهرمون المسؤول عن كده في الجسم اللي بيتم تنشيته عندي ساينوماسي هير مادة الساينوماسي هير بتكسر للعمرادة من نصها كده اللي هي بتساقط تساقط الشعر عن طريقة نهابة وقف الانزيم الأساسي المسؤول عن موضوع تساقط الشعر هو أنا عاوز أقول للناس حاجة بس الشعر مشاكله ما تستنوش عليها لحظة يعني لأنه اللي بيفقد منه صعب أنه هو يرجع تاني فالشعر ده من الحاجات الحساسة جدا اللي أنت أو أنت لو حسيته في أي وقت أنه في مشكلة بدأت بدأت على طول تبدأوا أنه تتجهوا للحاجات اللي بتعالج بقى بالضبط أنا عاوز أعرف الساينوماسي هير يعني إيه المشاكل اللي ممكن يعالجها أوكي نبدأ مثلا يعني أنا المرة دي هبدأ من الآخر أوكي تمام بريفن دراي أندراف هير عندي ساينوماسي هير بيحتوي على كذا عنصر أو أكتر من عنصر بيشتغل على النقطة دي تحديدا اللي هي الشعر الجاف والتالف والتالف بالضبط عندي مثلا مادة زي البنسينول البنسينول من المواد اللي بتمتص بكفاءة عالية جدا من الشعر وكمان طبعا زي ما قلنا قبل كده تقنية النانو تكنولوجي اللي استخدمت في التصنيع خليتلي حجم الجزئات صغير جدا فبالإضافة لكده الامتصاص بقى أسرع وأحسن كمان ما فيش طبقة دهنية طبعا لا بتتسبع يعني في ناس بتعني إنه لما بتحطوا أي مستحضر دي من أكبر المميزات إن أنا عندي بعد استخدام ساينوماسي هير بقى بحشش بتزييد في الشعر طبقة دهنية ما فيش الكلام ده خالص زي ما قلنا البنسينول من المواد اللي لها دور كواس جدا أولا في تغذية الشعر تاني حاجة إن هي زي ما قلت بتغلف الشعر بطبقة طبقة حماية الطبقة دي لها وظيفتين طبقة الوظيفة الأولى الحماية بتحميل الشعر من العوامل الضرة اللي ممكن يتعرض لها سواء بقى عوامل جوية رطوبة حر وخلافها تمام الحاجة التانية إن هي السشوار السشوار بزبط أي ضرر بقى سواء فيزيائي أو كيميائي أو التعرض الحاجات اللي احنا بنقابلها في يومنا تاني حاجة إن طبقة الحماية دي أو الغلاف ده بيزود لي سمك الشعر وكسفت الشعر بنسبة 10% بيزود سمك الشعر وده بيتقل الشعر الشعر الرفيع ده مأساة بزبط شعراتها رفيع خفيفة خفيفة ما بتتحملش أي حاجة بزبط فأنه يكون إن هو يزود السمك بتاع الشعرية من خلال الغلاف اللي بيعملوا ده فدي حاجة برضو ميز ده بيعني عكس إن ده هو بيزود لي كسفت الشعر آه ويدي حق إنه الشعر ده تقيل بالزبط فتلة الشعر نفسها بتبقى سميكة آه آه ده حقيقي بالزبط عندي برضو مادة تانية زي السايميسيكون السايميسيكون من الحاجات برضو بتعمل برضو طبقة حماية أخرى إضافية تانية برضو للشعر وفي نفس الوقت هي برضو بتحميلي الشعر من العوامل برضو اللي ممكن يتعرض له آه عندي برضو بعض الحاجات اللي بتعمل ترتيب للشعر ليونة آه لمعان آه ناخد الأكشن الثاني بريفينت شيكينج هير بتمنع تشبك الشعر آه دي مأساية برضو على فكرة بالزبط ناس كتير بتشتكي منها وقت ما بتيجي تعمل ستايلات مختلفة للشعر عايزة تسرح شعرها موضوع تشبك الشعر بيبقى موزعج جدا آه أنا عندي الحمد ماسي هير أضالي على المشكلة دي تمام آه عن طريق إنه هو بيزود لي ليونة الشعر آه بيزود لي اللمعين بتاع الشعر آه بيخلي الشعر بيغزي فروة الشعر ده مهم جدا إنه بيمنع التساقط يعني يعني التساقط ده مأساة يعني في ناس كتير بتعمل كده تلاقي الشعر بطوله بينزل في إديها ولا تيجي تاخد شاور تلاقي شعرها بطوله بينزل بالزبط فكون إنه هما يستخدموا حاجة تمنع التساقط ده دي حاجة كويسة جدا هو كمان مش بس بيبنع للتساقط يعني ساينو ماسي هير مش مش فكرة بس إنه بيعالج ده كمان يعتبر مستحضر تجميل بيجمل للشعر بيبدي لي مظهر للشعر بجد بيبقى حاجة جميلة جدا والفرق بيبن بسرعة النتيجة بتبن بعد قد إيه؟ يعني بالنسبة للتساقط الشعر في أول أسبوع ببتدي حس بالفرق التساقط بيقف تماما طيب بعد كده بالأسابيع اللي بعد كده التاني والتالت بابتدي أشوف الشعر الصغير بقى بيطلع أو كسفت الشعر بيتده يتقل للناس بقى اللي بتشتاقي من موضوع الشعر الخفيف هي بالأسبوع التاني والتالف هتبدأ حس وشوف فعلا الشعر بتده يتقل المناطق الخفيفة بابتدى الشعر يظهر فيها الشعر الصغير بالزبت ما هو ده علامة كويسة إنه يظهر الشعر الصغير ده معنى كده إنه جايب مفعول كويس طبعا بالنسبة للأثر العلاجي الكامل بيبقى في ثلاث شهور خلال ثلاث شهور من الاستخدام لأنه ده طبعاً زي ما قلنا قبل كده أن ده هي دورة الحياة الطبيعية للشعر طيب يعني قلتلي قبل كده أنه فيه ميزة مش موجودة في حاجة تانية وعشان الناس اللي بتسأل إيه ليميزوا عن أي حاجة فيه مستحضرات الشعر كتير أنه شعر ما بيقعش بعد ما توقف استخدام الشعر بيرجع يقع تاني بالضبط ده ما فيهوش الموجودة لا ما فيهوش طبعاً المشكلة دي أولاً ساينوماسي هير ودي أنا باعتبرها الميزة الكبرى أنه كله مصنع من مستخلصات عشبية طبيعي 100% لدون كاميكالز دي دي حاجة طبعاً أدفانتج تصلحه كويسة جيدة طبعاً أكيد أنا عندي حاجة خالية من الكيميائيات حاجة طبيعية جاية من الطبيعة بفعالية قوية وفي أمان كامل ودي نقطة مهمة جداً أن هي آمنة الاستخدام بشكل بنسبة 100% والشعر الأبيض أخبره إيه؟ الشعر الأبيض بالضبط أنا عندي مادة الرزميري يعني ليها أكشنز كتير من ضمنها أن هي بتأخر لي ظهور الشعر الأبيض في الناس اللي هو بيظهر لهم في وقت مبكر الشباب في نرفب عندهم العامل الوراصي في الشعر الأبيض بيبتدي يظهر في سن التلاتينات في السن الصغير ده فعندي مادة الرزميري اللي دخلة في تكوين سينو ماسي هير بتبتدي تأخر لي عملية ظهور الشعر الأبيض ده طيب دي حاجة هاي ودي من ضمن الأكشنز الجميلة جداً برضو في سينو ماسي هير ما ده أنا شايفها الإزازة كبيرة مش صغيرة لا كبيرة طبعاً يعني أبوها محترمة يعني تكفي لا لا قويس كتفي استخدام ست شعور طب حلوة قوي يعني يعني كويس إن هي كمان الحجم بتاعها كبير لأنه فيه ناس كتير بتقول لأنا طب بعد ما بطلها هرجع مثلاً أشتري تاني بصي أنا شخصياً أنا ما بنصحش بتبطيله أنا دلوقتي إحنا كده كده بنتجيب مستحضرات كتير أول اللي عنها بالشعر بنستخدمها يوه كتير أنا أوفر كل ده وهي حاجة واحدة بس خاصة الليس اللي بتعاني الناس اللي عندها مشاكل شعراء اللي بيقع وخفيف خلصت مرحلة العلاج المرحلة اللي بعد كده أحافظ أحمي أعمل وقاية للشعر كمان كحاجة تجميلية بقى لما يديني لمعان للشعر حيوية للشعر شكل كويس للشعر ده كله أنا أستخدمه كعلاج وكتجميل كمان وكتجميل وكوقاية وحماية للشعر كمان زي ما قولنا المواد الفعالة اللي فيه بتغلف للشعر بطبقة حماية بتغطهولي بتحمي من كل العوام اللي ممكن يتعرض لها اللي ممكن تسبب له تألف أو تساقط أو أي أن كان طيب الناس تحصل على ماسي هير ازاي؟ زي الأرقام اللي قدام حضراتكم على الشاشة بتكلمونا المنتج بيوصل لحد البيت في نفس اليوم أو بحد أكثر تاني يوم يعني بيبقى خلال الـ 24 ساعة وطبعا لو في حالة أي استفسار أو سؤال الكل سنتر شغال 24 ساعة سينو ماسي هير يعني أنا شخصيا زي ما قلت قبل كده بعتبره ثورة في مجال منتجات العناية بالشعر وفي نقطة كمان كنت حايزة وضحها برد في قصة الناس المرضى الضغط اللي قلنا بيسقط لهم الشعر أنا عندي داخل في تكوين سينو ماسي هير عنصر الجنسنج أكيد كلنا سمعنا عنه الجنسنج طبعا مستخلص نباتي من الحاجات اللي لها فعليها فعليك حاجات كتير جدا دوره هنا في سينو ماسي هير احنا قلنا ضغط الدم العالي بيبتدي يسبب لتساقط الشعر أنا عندي سينو ماسي هير عنصر الجنسنج ده بيقلل ضغط الدم في فروة الراس منها طبعا بيعالج لقصة الناس اللي عندها ضغط واللي بيسبب تساقط تاني حاجة بيحسن لي كفاءة الدورة الدموية في فروة الراس بيديني غيزة أكتر للشعر بيخلي الدم اللي يوصل للشعر يوصل بشكل أحسن وشكل سلس يبتدي يغزيلي فروة الراس غير كده كمان عنصر الجنسنج من الحاجات اللي بتمنع موت الخلايا فروة الراس وبالتالي بتزاود لعدد الخلايا فروة الراس واحد حاجة قلتوها قبل كده انه بيطلع شعراتين بالزبط دي حاجة انا تحسين باعتبرها معجزة ان هو قد بصيلة الواحدة تطلع شعرتين فطبعا ده بيساهم في ان الديني كسافة للشعر كويسة جدا للناس اللي بتشتكم مشكلة الشعر الخفية انا بشكرك على جودك معي دكتور احمد النهاردة دكتور احمد رشاد حلقتنا خلصت شوفونا يوميا 3 عصرا والقاعدة بتكون 8 صباحا و12 مساء والحلقات كلها على اليوتيوب اي حد عنده سؤال او استفسار يبعتوا على صفحات الشخصية اللي هتظهر لحضراتكو على الشاشة دلوقتي اشوفكم بكرة ان شاء الله وانتوا في احسن صحة وفي احسن حال كنت معكم يومنا طولان سلام عليكم موسيقى موسيقى